تكبيرة الإحرام وهي التلفظ بقولك الله أكبر وليس الحركة هذه هذه الحركة ليست تكبيرة الإحرام هذه اسمها رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وهي شنة معكدة أما تكبيرة الإحرام فإن تقول الله أكبر وهنا تنبيه مهم انتبه يا حبيبي انتبه لا يجوز ولا يصح أن تجري أذكار الصلاة على قلبك فقط أقل الأحوال أن تحرك لسانك وشفتيك بالذكر وهذا إجماع العلماء ما فيه خلاف بين المسلمين ومن قال لك إنه فيه خلاف فقل لا تعرف المسائل أنت هذا إجماع نقله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ونقله الغزال رحمه الله واستقرأت أنا كلام الفقه في جميع المذاهب الأربعة وكلام السلف كلهم متفقون على هذا ما فيها خلاف فمن أجرى التكبير على قلبه أو أذكار الصلاة كقراءة الفاتحة لن أعيز أذكرها كلها يعني جميع واجبات وأذكار الصلاة حتى المسنونات بل حتى قراءة القرآن خارج الصلاة لا بد من تحكيله لكل سافة الشفتين أما إجراء قراءة القرآن على قلبك ما لا قراءة هل ليست قراءة هذه هذه لا تسمى قراءة لا لغة ولا شرعا ولا عرفا هذه يسمى الذكر بالقلب والذكر بالقلب شيء آخر ليس قراءة وذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها هذا حديث حديث نفس وحديث النفس ليس بشيء ليس بشيء وهذا متفق عليه وحتى فتاوى العلماء المعاصرين كلها متفقة على هذا كلها متفقة على هذا منهم شيخ نبن باز شيخ نعثيمين وغيرهم من عظيمين كلهم متفقون على هذا إذن لا بد أن تكبر بلسانك وشفتك ولو رفعت الصوت سمعت نفسك حسن لكن لا تشوش على غيرك وهكذا قراءة الفاتحة وهكذا تسبح الركوع وهكذا تكبيرات الانتقال وهكذا كل أذكار الصلاة